السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله يا رب السعادة والهنة والرزق والتفائل والفرحة الجميلة تكون من أجل عيون برج الحمال صلوا على الحبيب عليها أفضل السلام والسلام ادخلوا على الفيديو بالطاقة الإيجابية واركنوا الطاقة السلبية على أجنب عشان خاطر تطلعوا من الفيديو وانتوا على الأقل طلعين منه بمعلومة او بخبر او بحاجة انتوا بتتمنوها تتحقق بإن إلا عايزاكم يا موليد برج الحمال تتفاقلوا خير علشان انا شايفة ما عندكم حاجات جديدة جدا يلا بينا ندخل بالطاقة الإيجابية ونركن الطاقة السلبية على جنب الناس اللي ما تعرفش يعني ايه طاقة إيجابية وطاقة سلبية الطاقة السلبية هي الاكتئاب هي الحزن هي الغم هنركنوا على جنبي ده كله الطاقة الإيجابية هي الفرحة والسعادة والتفاقل في بكرة يلا بينا شايفين فنجان برج الحمل مرسوم رسم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله طيب هنبدأ بالحاجات الحلوة اللي فيها طاقة إيجابية يا برج الحمل بص يا برج الحمل انت هنا صفت علاقاتك مع كل الناس صفت علاقاتك مع أقرب الناس ليك ليه أقرب الناس ليك اتخزلت منهم وتخند أقرب الناس ليك هم اللي صدموك وهم اللي عملو لك مشاكل كتير رغم ان انت قطعت علاقتك رغم ان انت مدايق مش مدايق ان انت سبتهم ولا بعدت عنهم لا انت مدايق علشان الضربة جاتلك من اقرب النات يعني زي ما بيقولك ضربة الغريب ضربة الغريب يا برج الحمل تقوي ضربة القريب توجع دايما كده ضربة الغريب تقوي ضربة الغريب تقوي ضربة القريب بتوجع بتوجع قوي فانت موجوع قلبك فيه نغزة بسبب الخزلات والطعنات اللي انت خدتها بس ما تقلقش ما تقلقش انا شايفالك فرحة من بعد تعب فرحة من بعد تعب قول امين اللهم امين يا رب العالمين عندك فرحة حلوة جدا من بعد تعب انت بتستناها من بدري الله اعلم الفرحة هي ايه بس الفرحة دي انت بتسعى من بدري علشان خاطر انت توصلها او عشان خاطر انت تتحقق او الله اعلم يا برج الحمد بس انت عندك فرحة خير باذن الله عندك هنا قضية في المحكمة دخلت في مشروع خسرته مستني أرباحه الله أعلم بس انت هنا عندك قضية في المحكمة والقضية المحكمة دي فيها انتصار ليك انت انت هتطلع من القضية وانت في حكم العدالة وانت في حكم الحاجة اللي انت مستنيها وانت عايزها بس انت دايما تتفائل خير بعد موليد برج الحمل انت هنا عندكم طفل تعبان او مستنيين خبر حمل الكراءة تنطبق على الجميع يا جماعة لإما انتوا مستنيين خبر حمل لإما انتوا عندكم طفل تعبان وبتحاولوا ان هو تضموا عليه وزعلانين عليه بعد موليد برج الحمل شايفة ان انتوا قطعت علاقتكم ورميته الماضي او رميته الاشخاص اللي انتوا قطعتوا علاقتكم بينهم صح يا برج الحمل قطعتوا علاقتكم مع ناس كتيرة جدا ومن اقرب الناس لكم برضو قطعت علاقتكم طيب برج الحمل اكتر حاجة بتعاني منها واكتر حاجة عمدالك دوشة واصداع هي ان انت وسقت في ناس ما تستهلش وحبت ناس ما تستهلش الحب وناس هما اللي انت حبتهم وقربت منهم هما اللي خزلوا دايما يا برج الحمل انت بتدور على السعادة وبتدور ان انت تعيش في السلامة وروحة بتدور عليها في اي مكان وعشان كده دايما عايز تغير مكانك وما عندكش راحة في ارض بيتك بس انا شايفلك ان انت عندك تغيير مكان ما تقلقش عندك تغيير مكان طيبة قلبك واقعتك في مشاكل كتير طيبة قلبك دمرت حياتك بمعنى اصح بس ما تقلقش دايما ربنا بيحب الناس اللي قلبها طيب بات مظلوم وانا تباتش ظالم يا برج الحمل ما تقلقش ربك كريم ربك محافي ربك الشافي ربك القادر ربك هيديك وهيرزقك وهيديك كل ما هو جميل في الحياة بس انت دايما خلي عندك امل في بكرة خلي عندك راحة سعادة دايما تفائل بالخير حتى لو مفيش خير في حياتك دايما تفائل بالخير ما تقلقش عندك امور حلوة جدا 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 بص كمان يا برج الحمل انت هنا يعني عايز اقولك فلوسك الفلوس اللي انت كنت شايلها او مخزنها او الفلوس بتاعتك راحت فين اتسرقت منك ولا حبت حد ضحك عليك واخدها منك اكتب لي في التعليقات اكتب لي في التعليقات وقول لي فلوسك راحت فين يا هل ترى فلوسك اتسرقت منك ولا حبت حد وما يستهلش الحب واخد منك فلوسك وبتقول حظبا الله ونعم الوكيل ولا فلوسك دخلت في مشروع واخسرتها ارد علي في السؤال ده فلوسك راحت فين شقة عمرك ومجهودك اللي انت كنت بتعمله راح فين يا برج الحمل اعز الناس هما اللي غادروا بيك ليه اقولك ليه علشان انت وسقت فيهم علشان انت قربت لهم زيادة عن اللزوم يا برج الحمل وما فيش ناس تستاهل انت هنا يا برج الحمل قاعد ومتهيقلك وقاعد على كل سو ومستني الترقية ومستني النجاح في العمل او في الدراسة صح يا برج الحمل بص انت هنا قاعد وحطت يدك كده وبتقول يا رب انا هل هنجح هتنجح هل انا هترقى في الوظيفة اللي مستنيها بالفعل هتترقى وهيبقى عندك حياة جديدة بإذن الله عملت عملية يا برج الحمل انت او في حد عندك ناوي يعمل عملية وفي نفس الوقت انت مستني سفر او متهيقلك ان انت عايز تسافر اقولك على حاجة تاني يا برج الحمل وانتبه منها كويس جدا 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 انت هنا عندك تلات ستات تلات ستات التلات ستات دول تلاتة بومة تلاتة بومة انا كنت دايما بشوف لك اتنين ستات بومة دلوقتي شايفالك تلاتة التلاتة دول ممكن تكون اختك او امك او اخت جوزك انا مش هحددهم لك بالضبط بس هم تلاتة تلات نسوان خباساء شكلهم مش حلو شكلهم دايما بيد على ناس ان هم خبيثة ناس مش كويسي برج الحمل انت في حد عندك هنا مسجون او في حد عندك هنا مطعون او تعبان الله وهو اعلم الله اعلم طاقة ايجابية طاقة فيها امور حلوة جدا عندك سعادة من بعد تعب وبعض مجهود عندك سعادة من بعد تعب وبعض مجهود ما تقلقش يا برج الحمل رغم ان انت خسرك كتير ورغم ان انت حصل لمشاكل كتير اللي انت مستنيها من بعض الناس نشوف فنجانك بيدل على ايه وايه الرموز وايه الحروف وايه الطاقات اللي عندك يا برج الحمل بسم الله ما شاء الله برج الحمل زي ما قلتلك انت عندك نقلة جديدة او انت عايز تشتري عربية او تشتري بيت الله اعلم السرق اللي حصلت في بيتك اللي انا شفتها لك في الطبق دي ده عندك تعويد من ربنا والتعويد ده هيكون في كام حاجة الكام حاجة دولة اما هيكون عندك ترقية في العمل او نجاح في دراسة او في مشروع في حياتك او هيربقى عندك تعويد حد في حياتك حلو جدا هيكرمك حصل عندك اجهاد او زي ما قلتلك عندك ابنSI تعبان يا برج الحمل بصс يا برج الحمل الحروف الى انا هقوللك عليها دول يا هو الترى عند لديك مشاكل او هم الحروف السعادة الا حلارة او هما الناس اللي ظلموك عندك حرف العين وحرف الام حرف السن وحرف الام وحرف السن التلت حروف دول طيب قللي الأبراج دي برج التور والجوزاء والحمل مين هما والدلو برج التور والجوزاء والحمل والدلو مين هما دول انت قطعت علاقتك مع حرف الميم ولا هو اللي عملت مشاكل انت قللي الحروف قللي الحرف العين والميم والسين والبرج الدلو والتور والجوزاء والحمل الأربع أبراج دول والتلات حروف دول انظمهم في حياتك من هم اللي ظلموك ومن هم اللي غالقوا بيك قل لي يا برج الحمل وشاركني عشان خاطر ايه اقدر افيدك طيب بالنسبة لصحتك يا برج الحمل ليه دايما صحتك في النازل ليه من وقت الالتاني بتحس بالاكتئاب والحزن والهم رغم ان انت عندك انطلاقات جديدة بس اقولك على حاجة انت بتعاني من الحسد الشديد والسح ده عاملك الم في الرهبة وعملك الم في المفاصل وعملك صدع مستمر ده بسبب عين وبسبب حسد حد عمل لك حسد من التلات بومات اللي قلتلك عليهم دول عمل لك نفور خلك تكره بيتك وتكره اولادك وتدخل في مرحلة انفصال وتكره الشريك وتكره الشريك دايما يا برج الحمل انت الفلوس اللي معاك بتبقى متبخرة بتيجي لو جات فلوس بتيجي مشاكل لا اما بتيجي وتتصرف على حاجات انت ما تعرفش بتجيلك منين الصداع المستمر والحاجات اللي انت بقيت تنساها كتير والحاجات اللي انت بقيت تفعلها وانت مش مدرك انت بتفعل ايه ده كله بسبب السحر وبسبب العين حاول يا برج الحمل تشرب ميا كتير وان انت تقلل من التوتر وتقلل من الحاجات اللي هي ملهاش مصدر بالطاقة الايجابية يعني ابعل على الطاقة السلبية عندك دايما من وقت للتالي ديق في التنفس وبساعات بتصحن من النوم عندك ارهاق اكتب لي الاعراض اللي انت بتحسها في الكومنتات بيبقال عندك ارهاق من ما بتصحن من النوم وعندك ديق في التنفس وبتجيلك نغزب في صدرك كده وضربات قلب سريعة ساعات بتنام على جنبك الشمال صح يا برج الحمل لما بتدخنك وبتحس ان انت تدخناء ساعات ما بيكون عندك عدم الكدرة مع التواصل مع حد او ما بتبقاش عايز تتحدث مع حد وبتقفل قطة وبتقفل بابك على نفسك صح يا برج الحمل دايما عندك سرحان وبتدخل في حالة تبقى حالة مع نفسك كده ما بتبقاش عارف تعمل ايه خيالك ساعات بيوديك على واسع وبيوديك على حاجات انت ما بتعرفش بتجيلك من ايه عندك كسر رهيب من بعض الامور ساعات بتحس ان انت مكسح بتبقاش قادر تتحرك من مكانك حتى طعامك حتى اكلك ما بتبقاش قادر تجيب ولا قادر تعمل اي حاجة في حياتك بقيت صحتك متل اغبطة وموعيد نومك بقيت حاسس بخنقة على طول وقلم في الضهر مع قلم في الكولون يا برج الحمل حاول ان انت تزور الطبيب حاول تاخد علاجك في وقته عشان خاطر ما تحسش بالهم والغم اللي انت فيه بدأت تكتشف انه اقرب الناس ليك اللي هو اخوك او اختك او صديقكم او الصديق اللي عندكم ده انه هو اكتر حد كان منافق وكان مش كويس في حياتكم كان بيسبب لكم طاقة سلبية يا برج الحمل كان بيسبب لكم طاقة سلبية وكنتوا دايما بتفعلوا الخير وهم دايما بيقربوا منكم عشان خاطر المصالح بتاعتهم صح يا برج الحمل الكلام ده حد رمى سهمه عليك وطعنك يا برج الحمل دايما دلوقتي بقيت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب بيين الناس على حقيقتها يا رب انا واسك فيك يا رب انا واسك في قدرتك بقيت تقطع علاقات في حياتك طيب دايما يا برج الحمل انت بتسأل بانك بتقولي هل ترى الشريك بعد الانفصال في علاقة تانية او كان بيخونك بالحقيقة بالحقيقة هو كان بيخونك الشريك وكان في علاقة تالتة وسبب انفصال مع علاقة تالتة بس احب اقولك ان الشريك كان مضحوق عليه من واحدة ست خدعته مشيته في طريق مش كويس عملت له مشاكل يا برج الحمل خلته يقرب منها وخلته يبعد عن حب حياته خلته يبعد عنك وينفصل وكان دايما عايز يحطمك هي واحدة خبيثة واحدة انسانة بدون اخلاق يا برج الحمل بص يا برج الحمل انا شايفه لك هنا النفور اللي حصل بينك ومبين الشريك عندك حدها يعوضت بالخير باذن الله طيب بالنسبة للصحاب اللي غدروا بيك دول اركنهم على جنب وابعد عنهم ودايما قلتلك دايما دور على الراحة والسعادة اللي في حياتك واحب اقولك تاني خد حذرة كويس جدا 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 خد حذرة انت محسود ومعمولك صح في ناس بتكرهك وبترقبك من بعيد الناس دي منتظرة تقع منتظرة توقعك منتظرة ان هي تاخد النعمة اللي عندك انت احلامك بسيطة بس دايما بتحلم بالكوابيس وبالصداء وبتحلم بحاجات كده بتدهيقك وبتعملك تعب بتعملك صداء بتعملك مشاكل كتير خلي بالك وخد حذرة في ناس انت ما تعرفهمش بس هم عايزين يأذوا بص يا بورك الحق عايزك تنتبه كويس جدا جدا وتسكف ربنا انه ربنا قادر على كل شي بعض بعض الامور عندك عملالك مشاكل حساسيتك ازاي ده اليأس بتكتم في نفسك رغم انت ما كنتش كده خالص انت كنت مصدر السعادة للناس بس من كتر اللي مريت به اتخزلت مريت بمراحل صعبة ومرت بمراحل كتير جدا وحشة طريقك دايما كان مزدود بس رغم ان طريقك كان مزدود رغم ان انت عندك تعرف على حد جديد في علاقتك العاطفية وعندك انتصار بإذن الله ربك موجود الناس اللي غلطت فيك وغلطت في حقك صدقني ربك موجود الفترة اللي جاية دي ربنا هيغير مودة خالص وهيغير احلامك هتعيش اجمل ايام هتحس بالوجوه الجديدة اللي هتدخل حياتك والمفاجأة الحلوة وحاجات كتيرة جدا فيها التحسن بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله بس انت دايما نقول يا رب واسكر ربنا بص يا بورك الحمد اللي مزعالك هو عمرك اللي هو ضاع او ايامك اللي راحت على اشخاص ما يستهلوش محبتك ما يستهلوش اخلاصك ليهم انت اللي مزعالك في حياتك هي طيبة قلبك وجدعنتك تفقلك في الحياة لانك كنت معاهم جدع ومخلص بس ما تقلقش ما تقلقش ده بيدل على تربيتك وعلى نظافة قلبك وعلى معدنك اللي هو القصيد سيبك من الناس اللي هي دي كلها موزت صمعتك وقزتك وقصرت نفسك ما تخليش دايما اللي مزعالك انه انت وثقت فيه وما مطلعوش قد السقة لأ العشم ده اللي انت بتعشمه في الناس بيغزلوك ما تعشمش في حد يا بورك الحمد اللي انت اللي انت زرعته هتحصده اللي انت زرعته هتحصده ما تقلقش فيه ناس كتيرة جدا حواليك عايزالك الخير بس برضو فيه ناس كتيرة جدا ومنهم التلت بومات حواليك اسوأ اسوأ من المرض الناس دول عندهم حكت وعندهم غل وعندهم حسد ونكرين الجميل وإلالات الأصل انت عارفهم كويس جدا جدا برج الحمل لازم تفهم كويس جدا ان العلاقات العاطفية مش مجرد علاقة حب وكلام فاط لأ دي علاقة للأبد دايما انت بتخدخل في علاقة الحب عشان لمصدر استعادة وعشان خاطر الخير ودايما حظك بيكون قليل بس ما تقلقش انا شايفا لك تجمع قسري وعندك راحة من بعد اتعب بإذن الله حاول ان انت الفترة اللي جاية دي تقلل من الطاقة السلبية تعمل حاجات بتحبا سيبك من واجع الكتف وواجع الضهر عندك توفيق في حياتك في أغلب الأمور بإذن الله بفضل ربنا عندك ارتباط وعندك شعور بالراحة وعندك ان انت هتتغلب على أمورك بإذن الله أغلب الأوقات بتشعر بالحزن من غير سبب واضح في حياتك يا برك الحمل عندك شعور بالخنقة ودايما عايز تكون لوحدك وتبقى عندك عزلة الشعور المستمر عندك بالكسل والخمول والحزن ده حاول انت تقلل منه وتبعد على حالة الاكتئاب دايما نقول يا رب كرمني يا رب رزقني يا رب ريحباني حاول ان انت تعالج حياتك يا برك الحمل عشان خطر ما تدخلش في مشاكل انت مستغني عنها انا شايفه لك حاجات كتيرة جدا حلوة الطاقة الطاقة اللي انت بتقول الطاقة تحت الصفر والمشاكل اللي انا فيها دي لأ لأ يا برك الحمل رغم ان انت بتحس بالخنقة والأمور المزعجة انت عندك تحقيق هدف وتحقيق امنية حياتك العاطفية هتبدأ تتحسن انت ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك مستني حمل مستني سفر الله واعلم عايز تشتري عايز تعمل حاجات كتيرة جدا حلوة انا شايفه لك هدف حلو وتحقيق حلم باذن الله والفترة اللي جاية هتدخل في الطاقة حلوة وهيبقى عندك تأمل من بعض الوقت للتاني من كترة الخزلان والضربات اللي انت حشتها متحس ان انت ما عندكش قلب ولا عندك مشاعر وبقيت انسان عايش في حيات لا بولاء في شخص عندك بوشين في شخص عندك بوشين بيتكلم كتير صلى على الحبيب يا برج الحمل عندك حد كبير في السن بيدعيلك دايما عندك حد كبير في السن بيدعيلك عندك شغل جديد او عندك حاجة معينة هتتعرف على حد جديد او هيبقى عندك انطلاقة جديدة وعندك كزا امور حلوة جدا بص يا برج الحمل انا شايف لك مستقبل خير مستقبل رزق بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تفاق الخير صلى على الحبيب يا برج الحمل انت عندك رحلة حلوة جدا عندك رحلة حلوة حان وقت تغيير حياتك حان وقت ان انت تحط هدفك وتحط حلمك وتبعد عن الخنق او الديقة او الطاقة السلبية يا برج الحمل بص يا برج الحمل الشخص اللي تعبان عندك ده قوله ما تقلقش ربك هيفرج همم ربك هيطلعك من الخنقة والديقة والحزن ربك هيشفيك ربك المعافي عندك حاجات كتيرة جدا حلوة يعني بدأت ان امورك تتحسن هتقول اموري ما بتتحسنش لا يا برج الحم لا امورك بدأت تتحسن رغم ان انت معمولك صح رغم ان انت حياتك بايزة بس على القناة موجود فيديو فيديو موجود على القناة فيديو العلاج السحي هتمنى تسمعو وتقول لي الوصفات اللي انت هتعملها في الفيديو بص يعني انت عايش في حرب عايش في ضغط توتر ونفسي وتعب بس ما تقلقش الدنيا هتتحسن وهيبقى عندك امور حلوة جدا باذن الله انا شايفانك ان انت همك هينزاه طاقتك هتكون ايجابية انت بتمر بأزمة مالية بس عندك ترقية وعندك مشروح ناجح وعندك تعويض في السرقة اللي حصلتلك انا شايفلك امور حلوة بس انت انصل ماضي وما تفكرش فيه وما تحنش لحبيب ولا صديق ولا اخ اي حد خدعك وبعد عنك ما تحنوه لوش ما ترجعش لحد اذاك وسابك بمزاجه يا برج الحمل ما ترجعش لحد اذاك وسابك بمزاجه تمام يا برج الحمل فيه حد في الطريق ناوي عدلك فيه حد في الطريق ناوي عدلك عشان بيفكر فيك وكل يوم يمسك تليفونه وعايز يكلمك بس فيه حاجات بتمنعه فيه حاجات بتمنعه انت هتقف على ارض صلبة الايام اللي جاية وهتحط النقط على الحروب اقعى ترجع لحد عايز يعملك مشاكل المكالمة اللي هتجيلك دي ما تستقبلهاش ابعد عن اي حد يأذيك ويعملك توتر رغم ان انت بتعافر وبتتعب بس عندك خوف من بعض الامور رغم ان انت بتواقف وبتعافر بس انت عندك تكتف في حياتك عندك نغزة يا برج الحمل عندك نغزة بس ما تقلقش انا شايفالك حاجة حلوة جدا هتفرح انسى الهموم وانسى الحزن وانسى الظلم وانسى كل ما هو مشاكل في حياتك انا شايفالك انطلاقات جديدة وعندك تغيير جزري في حياتك وعندك انطلاقات حلوة وعندك فرحة باذن الله طيب اقولك حاجة وتفرح عشان اختم بها انت عندك حب جديد وعندك علاقة قوية يا برج الحمل عندك حب جديد وعندك علاقة قوية عندك كذا حاجة باذن الله عندك تزديد ديون عندك تزديد ديون وعندك كذا حاجة هتفرح قلبك وهتديك طاقة ايجابية من القراءة اللي انا قلتها والقراءة دي تنطبق عليك ولا لا ربنا يا تماما ربنا يكرمك ويريح علبك ويسعدك ويهدي بالك ويأثر لك كل ما هو جميل في الحياة ان شاء الله بإذن الله رجوع حقك يجي لك لحد عندك اتمنى لك الخير والسعاد لو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على الحبيب وتكتب تعليق جميل وتضغط لايك وتدخل وتشوف الفيديو بتاع علاج السحر والوصفات والأعراض عشان خاطر تطلع من الحيرة والدوامة وتتأكد اذا كنت انت معمول لك سحر ولا بس برج الحمل عنده سحر من الثلاث بومات اللي عنده تحياتي ليك يا برج الحمل